بيبدأ الفيلم بتومس وهو بيتمشى في الشارع مع المساعد بتاعه وبيتكلم في التليفون مع العمل بتوعه علشان يقدر يتفاوض معاهم على اعلى سعر للاعلانات اللي هيقدمها للمشروعات بتاعتهم وبنعرف ان تومس بيشتغل وكيل اعلاني خاص وبيعمل اعلانات لكل مشاهير البلد وللمطاعم والمحلات وكل حاجة ينفع يتعمل لها اعلان وكان بيقدر بطريقته في التفاوض يقنع كل العمل والناس اللي بيتعامل معاهم بحاجات وهمية في مقابل انهم يتفقوا معاه لدرجة ان المساعد بتاعه كان بيشتغل معاه من غير مقابل علشان تومس كان بيقنعه ان الفلوس مش كل حاجة وانه بيدربه علشان يبقى وكيل اعلاني مشهور ويشتغل زيه وبعد كلام كتير مع العمل بيقول المساعد بتاعه يهتم ببقية الشغل لانه عنده اجتماع مهم مع بعض العمل المهمين وبيروح بعدها الكابينة التليفون في الشارع كالعادة علشان يتصل بحبيبته بام واول ما بيدخل الكابينة بيقلع ختم الجواز بتاعه وبيحاول يتصل بحبيبته لكن بيجيله عامل توصيل لمطعم بيتزا وبيعرفه ان فيه بيتزا مطلوبة ليه في كابينة التليفون ومدفوع حسابها واستغرب تومس من كلامه وكان فاكر ان العامل متلغبط وان البيتزا الحد تاني وفاهمه انه ما طلبش حاجة ومش عاوز يأكل وكلمه باستهزاء وقال له يمشي ويسيبه في حاله والدايق عامل التوصيل من طريقة توماس في الكلام وفاهمه انه لازم يستلم البيتزا لكن توماس كلمه بسخرية وده له فلوس وطلب منه يمشي وما يتكلمش معه تاني وساعتها عامل البيتزا خاد منه الفلوس ومشي وهو متدايق من توماس علشان طريقة الوحشة في الكلام معاه وبيتصل بعدها توماس بحبيبته بام وبيحكي لها الموقف المضحك اللي حصل معاه وانه عامل التوصيل جيه علشان يقدم له الاكل في كابينة التليفون اللي في الشارع ومصر انه يستلم البيتزا وده حكت بام على الموقف وحاولت تعرف منه هو ليه كل يوم بيتصل بها من كابينة التليفون اللي في الشارع في نفس المعاد وقدر بام يقنعها انه بيعمل كده علشان الكلام في الكابينة بيخليها دي بعكس الكلام في الموبايل واستدوشة اللي في الشارع وفاهمها انه لازم يقابلها قريب وانه بيحبها وقفى للمكالمة وبيرن ساعتها التليفون اللي في الكابينة وبيرد توماس بتلقائية وبيتفاجئ بواحد بيقول له غريب قوي موضوع انك تسمع رن التليفون وممكن يطلع اي حد بيتصل غريب عنك لكن رن التليفون بتخليك تحس انك لازم ترد واستغرب توماس من كلامه وفاهمه انه تصل بالشخص الغلط وكان فاكر ان الراجل غلطان في الشخص لكن الراجل بيكمل كلامه وبيفاهمه انه جرح مشاعره لما رفض ياخد البيتزا اللي هو طلبها له وساعتها دحك توماس على كلامه وافتكر انه حد عاوز يعمل مقلب فاي حد كان هيبقى موجود في الكابينة لكن الراجل عرفه انه بعت له البيتزا علشان تحافظ على قوته ويقدر يستحمل اللي جاي ومش بس كده ده كمان بينادي عليه باسمه وبيفاهمه انه عارفه كويس وكمان قاله على عنوان بيته واتصدم توماس انه عارف عنوانه وافتكر انه ممثل بيحاول يقدم عرضه قدامه علشان يقتنع به ويخليه يمثل دور في اي فيلم مع المنتجين اللي هو يعرفهم او اي حد من الناس اللي هو رفض يعمل لها اعلانات قبل كده وبيحاول ياخد حقه منه وفاهمه ان الطريقة دي مش بتنفع معاه وانه ممكن يقزيه ويمنعه من التمثيل خالص لانه عارف ناس كتير في المجال وكان هيقفل المكالمة لكن الراجل نصحه ما يقفلش المكالمة وإلا هيقزيه وعرفه انه شايفه من بعيد ووصف لتوماس البدلة اللي هو لابسها وكمان قاله اسم امراته كيلي وعرفه انه هيروح يكلمها دلوقتي وبعد كده هيرجع له تاني وقال له يفكر في كلامه كويس وقفل المكالمة وحاول توماس يتصل به على نفس الرقم اللي اتصل منه لكن ما عرفش ووقف جنب الكابينة الوقت طويل وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل ومين الراجل ده وليه بيعمل معك كده من الاساس واتصل بعدها الراجل مرة تانية بالكابينة واول ما رد عليه توماس كلمه الراجل باستهزاء وفاهمه ان اسمه جوني وطلب منه يتصل بحبيب توبام على التليفون واتصدم توماس كالعادة ان جوني عارف عنه كل حاجة ورفض يتصل بحبيبته وساعتها جوني قاله انه هو اللي هيتصل بها بنفسه علشان يعرفها ان توماس راجل متجاوز واتصل بها فعلا وفتح مكبر الصوت علشان توماس يسمع المكالمة وعرفها في البداية انه صديق توماس وسألها هو ليه دايما بيتصل بها من الكابينة اللي في الشارع ومش بيكلمها من تليفونه الشخصي وفاهمته بام انه بيعمل كده لان الكابينة بتبقى هادية وضحك ساعتها جوني على كلامها وفاهمها ان توماس بيكذب عليها وانه راجل متجاوز مش عازب زي ما كان مفاهمها وانه بيكلمها من الكابينة علشان مراتو كيلي بيترجع فتورة التليفون بتاعته دايما وكان توماس بيسبع كلام جوني وهيتجنن ويوقف اللي بيحصل وكمل جوني كلامه مع بام وقال لها ان توماس مش بيحبها ولا حاجة وانه كان بيدحك عليها علشان يقضي معها وقت حلو ومش اكتر وفاهمها ان توماس اول ما ياخد منها اللي هو عاوزه هيسيبها وقفل معها المكالمة وساعتها سألوا توماس هو ليه بيعمل معاه كل ده وحاول يفهم منه لو كان قزاء قبل كده وهو دلوقتي عاوز يردله القزية لكن جوني فاهمه انهم ما تقابلوش قبل كده خالص لكن هو بيعمل معاه كده لانه شخص مغرور وبيتعامل مع الناس بطريقة وحشة وكأنه احسن منهم ولازم يكفر عن غلطاته وهنا توماس حس ان جوني مريض نفسي وبقى بيتكلم معاه على الاساس ده وحاول يقنعه يروح لمستشفى الامراض العقلية ويتعالج وبيتحك جوني على كلامه وبيطلب منه يكلم مراته كلي ويعرفها انه بيخونها مع حبيبته بام وإلا هو اللي هيتصل بها بنفسه زي ما اتصل بحبيبته ورفض توماس يسمع كلامه وفاهمه ان حياته مع مراته هتتدمر لو عمل كده وبيجي ساعتها اتنين بنات من اللي بيشتغلوا في المالها الليلة اللي قدام الكابينة علشان عاوزين يستخدموا التليفون وفتح توماس باب الكابينة وكلمهم بطريقة وحشة وعرفهم انه بيتكلم دلوقتي ومش هيخرج علشانهم وساعتها البنتين اضايقوا جدا وعرفوه انهم مش هيسكتوا على طريقة الوحشة معاهم وسبوه ومشيه واتكلم مع جوني وفاهمه انه مش فارق معاه اللي هيحصل وهيقفل المكالمة لكن جوني عرفه انه لو قفل المكالمة هيقتله واستغرب توماس من كلامه وما كانش مسدق اللي بيقوله لكن بيتفاجئ بالليزر بتاع القناصة هو متصوب على سدره وفهم ان اللي بيحصل مش مقلب وان اللي بيتكلم معاه قناص محترف مهمته انه يقتله بدم بارد وبيخاف جدا من كلام جوني مع ساعتها وخصوصا انه هو قال له لو خرج من الكابينة هيقتله وكلمه جوني عن الناس اللي ماتت في الفترة الاخيرة لانهم كانوا بيشتغلوا في حاجات غير مشروعة واعترف له بانه هو اللي قتلهم علشان ينظف المجتمع من الناس اللي زيهم وفهمه توماس انه مش بيقزي حد بشغله وانه كل الحاجات اللي هو بيعملها مشروعة في مجال البزنس وفي ناس كتير بتعمل زيه لكن جوني فهمه ان طريقته مع الناس هي اللي مش مشروعة وحياته اللي قيمة بالكتبة على كل الناس اللي حواليه هي اللي هتكون السبب في موته وبيجي ساعتها مدير المالها الليلي ومعاه البنات اللي توماس كلمهم بطريقة وحشة وبيتكلم مع توماس بكل احتراهم وبيفهموا ان البنات عنده عرفوه ان توماس مش عاوز يسيبهم يتكلموا في الكبينة وعلشان كده هو مش عارف يشتغل بسبب كلامهم وطلب من توماس يسيب الكبينة ويمشي علشان يرتاح من الموضوع ده لكن توماس فهمه انو مش هيقدر يمشي لانه عنده مكلمة مهمة وساعتها المدير فهمه انو لو ما تحركش دلوقتي وخرج من الكبينة هيضرابه ودي له توماس فلوس من الباب بتاع الكبينة علشان يسيبه ويمشي لكن البنات اضايقت ساعتها وتكلموا مع المدير بطريقة وحشة وفهموا ان الفلوس مش كل حاجة وانه هو لازم يسيب لهم الكابينة ويمشي واضايق المدير بتاعهم من كلامه وفضل يضرب على الازاز بتاع الكابينة علشان توماس يمشي ولما توماس رفض يخرج راح المدير علشان يجيب خشبة ويكسر بها الازاز بتاع الكابينة ويف قدام توماس وقال له انه هيعد لحد خمسة ولو ما خرجش من الكابينة هيكسرها عليه وساعتها جوني قال لي توماس انه ممكن يقتل الراجل علشانه لو هو عاوز كده وصوه بالليزر فعلا على سدر المدير بتاع المالها لكن توماس رفض وساعتها المدير كسر الازاز بتاع الكابينة وضرب توماس وفي نفس الوقت كان جوني بيكلمه في التليفون وبيقول له يدي له الازم وهو هيقتل المدير لكن توماس ما كانش بيرد عليه وسألوا جوني لو كان بيسمعه ولا لا وساعتها توماس قال له نعم على اساس انه بيسمعه لكن جوني افتكروا موافق انه يقتل الراجل وضربوا بالنار واتصدموا كلهم من الموقف ووقع المدير على الارض ومات في ساعتها والبنات افتكرت ان توماس هو اللي ضربوا بالنار والناس كلها خافت جدا وبلغت الشرطة واتكلم توماس مع جوني وقال له ليه عملت كده وعرفوا جوني انه هو اللي طلب منه يقتله وتجنن توماس من اللي بيحصل وان الراجل مات من غير ما يعمل حاجة لمجرد ان جوني فيهم كلامه بالغلط وطلع التليفون بتاعه من جيبه من غير ما جوني ياخد باله واتصل برقم الشرطة واتكلم مع جوني بصوت عالي واترجى يسيبه وما يضربوش بالقنصة في الكابينة اللي هو فيها وقال عنوان الكابينة علشان الشرطة تفهم كلامه وتحاول تنقذه لكن افتكروا انه بلغ كاذب وقفلوا المكلمة واللي ما كانش يعرفه توماس ان جوني كان حاطت جهاز تصند في الكابينة وبيسمع كل حاجة بتحصل فيها ولما سمع الخدمة الصوتية بتاعت الشرطة في التليفون بتاع توماس فهم اللي هو بيعمله وعرفوا انه غلطان وبعدها صوب عليه الليزر وضربوا بالنار وتصبته وماس في ودنه وحسوا انه في كابوس مش هيفوق منه وممكن يموت في اي وقت لو عمل اي تصرف غلط واتكلم مع جوني وسأله هو ليه عاوز يقتله هو بالذات رغم ان في ناس كتير بتعمل جرائم كبيرة في البلد وما حدش بيعمل معهم حاجة لكن جوني يعرفه ان الناس دي وقتهم لسه مجاش وانه هيقتله لانه مغرور وفاكر انه اعلى من الناس وعلشان كده بيتعامل معهم بطريقة وحشة وبيكذب عليهم وبتيجي ساعتها عربيات الشرطة وبيتكلم واحد منهم في الميكريفون مع توماس وبيطلب منه يرمي سلاح وخارج الكابينة ويسلم نفسه علشان كانوا فاكرين انه معا مسدس وانه هو اللي قتل مدير المالهة وساعتها جوني امر توماس يتجاهل كلامهم وما يردش عليهم وفاهموا ان محدش منه ما يقدر يضربوا بالنار لان الصحافة وصلت معاهم وموجودة في كل مكان وفيه كمية كبيرة من الاسلحة متصوب عليها وبيجي ساعتها المأمور وبيسأل الزابط اللي حاول يكلم توماس وبيقول له ممكن تقنعني ازاي واحد قتل مدير المالهة واقف دلوقتي في الكابينة وبيتكلم في التليفون وكأنه مفيش حاجة حصلت لكن الزابط اكد له ان ده الكلام اللي قاله البنات اللي بتشتغل في المالهة وبيمسك ساعتها المأمور الميكريفون وبيتكلم مع توماس وبيطلب منه يخرج من الكابينة لكن توماس بيرد عليه بكل برود وبيعرفه انه معامو كلمة مهمة ومش هيقدر يخرج دلوقتي وفاهمه انه مشغول وطلب منه يرجع في وقت تاني واستغرب المأمور من رد فعله وضحك جوني على كلامه وقال لي توماس انه بيتصرف كويس جدا واتكلم الزابط مع المأمور وقال له انه هو حاسس ان توماس عاوزهم يقتلوه علشان يبقى انتحر عن طريق الشرطة لكن المأمور اكد له انه مش هيقتلوه ومش هيخلوه يوصل للي هو عاوزه واتكلم جوني مع توماس وقال له غريب قوي ان الالاف من الناس بتموت كل يوم لكن لما تحط جثة واحدة في شارع زحمة الناس بتتجنن وكأن في حاجة غريبة حصلت وطلب من توماس يبص حواليه وهيشم ريحة الخوف في كل الناس اللي موجودين واتكلم ساعتها جوني مع توماس وعرفه انه هيبقى مشهور لانه كل القنوات بتزيع الخبر عنه دلوقتي وصورته موجودة في كل القنوات وهيبقى تريند على السوشيال ميديا لكن توماس فهمه ان الناس تنسى في خلال اسبوع لانه الضحية لكن عمرهم ما ينسوا جوني لانه الجاني في القضية دي وفي وسط الكلام بيشوف توماس ميراتو كيلي وهي موجودة مع الشرطة علشان شافت صورته في الاخبار وعاوزة تطمن عليه وبيشوفها جوني هو كمان من المنظر بتاع القناصة وبيطلب من توماس يعترف لها انه بيخنها وإلا هيقتلها دلوقتي ووعدوا انه لو عمل كده هيسيبه يمشي ومش هيقتله وبيضطر توماس انه يعترف لها فعلا وبيعرفها انه في الفترة اللي فاتت كلم بنت تاني عليها اسمها بام وكان عاوز يعمل معاها لاقة واعتذر لها علشان ما كانش مخلص معاها وبعدها بيتكلم مع جوني وبيطلب منه يسيبه يمشي لكن بيتصدم لما جوني بيقوله انه غير رأيه وانه هيقتله لو خرج من الكابينة وبيتضيق توماس جدا وبيفهمه انه ما بقاش فارق معاه الموت وقفل المكالمة معاه وخرج من الكابينة وهو رفع ايده علشان يستسلم للشرطة وساعتها الشرطة كلها كانت مستعدة تضربه بالنار لكن توماس وهو خارج من الكابينة شاف الليزر بتاع القناصة وهو متصوب على امراته وقال لها ترجع بسرعة وفي نفس الوقت التليفون كان بيرن في الكابينة وساعتها المأمور هو كمان شاف الليزر وهو متصوب على راس كيلي وفهم ان فيه قناص موجود قدامهم وهو اللي بيعمل كل ده وامر القوات انها ما تضربش توماس بالرصاص وعلشان توماس كان خايف على مراته اضطر يرجع للكابينة تاني ويرد على جوني واتكلم المأمور مع المساعد بتاعه وفهمه ان فيه قناص موجود في المباني اللي قدامهم وطلب منه يدور عليه ويلايه في اسرع وقت واتكلم جوني مع توماس وفهمه ان بسبب غباءه كان هيخسر نفسه وهيخسر مراته للأبد ده غير ان الشرطة كانت فاكرة ان هو اللي قاتل مدير المالها وعلشان كده محدش هيعرف ان كان فيه قناص كان موجود لكن توماس قاله ان هو مش معه سلاح وعلشان كده هيطلع بريء لكن بيتفاجئ بجوني وهو بيقوله انه كان حاطت مسدس فوق الكابينة علشان توماس هو اللي يلبس التهمة واول ما بيشوف توماس المسدس بيتجنن وبيفهم انه مفيش حاجة ممكن تخرجه من الوضع اللي هو فيه وبيتفاجئ ساعتها لما بيشوف حبيبته بام هي كمان وهي موجودة قدامه مع الناس اللي وقفة حواليه وبيشوفها جوني هو كمان من المنزار وبيهدد توماس انه هيقتلها هي وامراته لو ما نفسش كلامه بالحرف وطلب منه يعترف قدام الناس كلها والصحافة بكل حاجة غلط هو عملها في حياته وإلا هيقتلهم هما الاتنين قدامه دي الوقتي ولو سمع كلامه هيسيبوا عايش والموضوع هينتهي بسلام واضطر توماس يسمع كلامه وتكلم قدام الناس من الكابينة واعترف بكل غلطاته وفهمهم انه كان عايش طول حياته بالكد وبيتعامل على انه شخص قوي واعلى من الناس رغم انه كذاب وضعيف وحتى الساعة الغالية اللي هو لابسها مزيفة ومش ماركة عالية زي ما الناس شايفة وفضل يبكي وهو حزين على حياته اللي عاشها بالكد وتكلم معه جوني وكان بين انه هو كمان اتأثر بكلامه لكن قاله انه مش هيسيبه وانه غير رأيه وساعتها المأمور كلم توماس من بعيد علشان يقوله انهم وصلوا المكان القناص وانهم خلاصها يقبضوا عليه والدايق توماس من كلام جوني والدايق اكتر لما جوني قاله ان جه الوقت علشان يقتل مراته او حبيبته وطلب منه يختار واحدة منهم علشان تموت قبل التانية وخد المسدس من فوق الكابينة وخرج منها وهو بيتكلم بصوت عالي وبيبص على المباني اللي قدامه وبيقول للقناص اقتلني انا مكانهم وسبهم عايشين وساعتها الشرطة ضربته بالنار ووقع توماس على الارض وهو متصاب وفي نفس الوقت وصلوا للبيت اللي موجود فيه القناص واكتشفوا انه قتل نفسه قبل ما يدخلوا عليه البيت وبيقوم توماس من مكانه وبيتكلم معاه المأمور وبيفهموا انهم ضربوا برصاص مطاطي علشان يقع على الارض والقناص يفتكروا انه مات وعرفوا انه فخور بيه علشان قدر يتصرف صح لحد ما وصلوا للقناص وبتفرح مراته كيلي جدا ان توماس بخير وبيشوف توماس بعدها القناص وهو مقتول وبيتعرف عليه وبيقولهم انه عامل التوصيل بتاع البيتزة اللي توماس كلموا بطريقة وحشة وفهموا المأمور ان الطريقة الوحشة في الكلام في الايام دي بتبقى سبب كافي للقتل وبيدخل توماس بعدها عربية الاسعاف وبيدولوا الدكتور حقنة مخدرة علشان يرتاح بعد اللي حصل معاه وبيجي ساعتها شخص غريب وبيتكلم مع توماس وبيقولوا انه هو القناص وعرفوا انه لو رجع لحياة الكتب اللي كان بيعيشها هيرجع له تاني بيبدأ الفيلم بسونج كيو وهو بيركب العربية بتاعته ورايح علشان يوصل ولاده المدرسة وبعد كده يطلع على شغله وبنعرف ان سونج بيشتغل مدير بنك ومعظم شغله في البورصة والأسهم بتاعت الشركات اللي بيباعها المعظم العملة بتاعه واول ما بيركب العربية بتتكلم معاه بينته وبتعرفه انه هي شام مريحة غريبة في العربية لكن سونج مش بيهتم بكلامها وبيتحرك بالعربية علشان يوصلهم وفي الطريق بيتفاجئوا كلهم بتليفون غريب بيرن في العربية ولما بيلاقي سونج التليفون بيستغرب علشان التليفون ده مش بتحد فيهم وبيقرر يرد على التليفون ويعرف التليفون ده بتاع مين وهنا بيتكلم مع رجل غريب وبيفهمه انه هو يعرفه كويس وان العربية بتاعته فيها قنبلة ولو خرج منها هو او اي حد من ولاده القنبلة هتنفجر وساعتها سونج قفل المكالمة وافتكر انه حد بيعمل مقلب او بيهزر لدرجة انه ولاده قالوله انهم مش بعيد يكونوا بيتصوروا دلوقتي في برنامج المقالب وبعدها بيوصل سونج للبنزين وقبل ما ينزل من العربية بيتصل به الرجل الغريب وبيعرفه انه لو امن على الكرسي القنبلة هتنفجر لانها موجودة تحت الكرسي بتاعه وعملة زي اللغم وبمجرد ما قاعد على الكرسي القنبلة تفعلت بالضغط عليها ولو امن على الكرسي هتنفجر ومش بس كده ده كمان محدد مكان العربية وبيتابع تحركاتها عن طريق الجي بي اس ومعاريموت كنترول بيتحكم في القنبلة عن بعد وممكن يفجرها في اي وقت لو حاول يتصرف بغباء او اتصل بالشرطة وساعتها توطر سونج جدا وفهم ان الموضوع مش هزار وان اللي بيكلمه قاصد يقتله فعلا مش مجرد حد بيعمل فيه مقلب وحاول يفهم منه هو عاوز ايه بالزبط وطلب منه الرجل يسلمه 960 الف دولار كاش ويحاول على حسابه مليون و700 الف دولار واتصدم سونج من المبلغ الكبير اللي المفجر طلبه وفهمه ان اللي هو بيقوله ده مستحيل وحاول سونج يتأكد من كلامه ونزل التليفون بتاعه من جنبه علشان يصور تحت الكرسي ويتأكد من كلامه وساعتها اتصدم اول ما شف الصور ان القنبلة موجودة فعلا تحت الكرسي وبيتفاجئ ساعتها بالمساعد بتاعه في البنك وهو بيتصل به ولما بيرد عليه بيعرف منه انه مش هيحضر الاجتماع النهاردة علشان فيه واحد كلمه في التليفون هو كمان وقاله انه هو حط تقنبلة في العربية ولو نزل منها هو او مراته العربية هتنفجر وتكلم مع سونج وحذره انه ينزل من العربية وعرف منه مكانه فين وعرفه انه هو هيكون عنده في اسرع وقت وتحرك سونج بالعربية بسرعة علشان يوصل للمساعد بتاعه على امل انهم يلاقوا حل للموضوع مع بعض وكل اللي بيحصل كان بتعليمات من المفجر انهم يتقابلوا عادي على اساس ان اجتماعهم ببعض هيخلي ياخد منهم الفلوس بشكل اسرع وبيوصل سونج فعلا للمساعد بتاعه وبيتفاجئ بمراته وهي مصرة تنزل من العربية علشان ما تتأخرش على شغلها وبيحاول جزء يقنعها انها تفضل في العربية لكن هي بتكون مش مهتمة بكلامه وبيطلب منهم سونج يفضلوا في العربية علشان الطريق وقف خرجت مرات المساعد من العربية وساعتها انفجرت العربية انفجار رهيب وتصدم سونج من الموقف وكان بيعاني هو كمان من الانفجار اللي حصل وتقدم علشان يشوف لو حد فيهم عايش لكن العربية كانت متضمرة تماما وما حدش منهم كان عايش وتصدم ساعتها ببنته وهي بتقوله ان اخوها جون متصب في رجله بسبب الانفجار ورجله بتنزف دم كتير وتوتر سونج جدا وما كانش عارف يعمل ايه وقلع الكرافات بتاعته وقل بنته تربطها على رجل جون علشان توقف النزيف وحاول يروح لقرب مستشفى علشان ينقذ ابنه لكن المفجر كلمه في التليفون وفهمه انه بيتحرك في الاتجاه الغلط وان البنك من الناحية التانية وترجى سونج وطلب منه يسمح له بانه ينقذ ابنه ويروح بيلي المستشفى لكن المفجر فهمه ان اللي هو بيقوله ده مستحيل وما فيش اي حد منهم هينزل من العربية الا لما الفلوس كلها تتحول في حسابه ولو ناقص دولار واحد محدش منهم هينزل من العربية ولو ما سمعش الكلام هيفجر العربية بهم في اي وقت ومش بس كده ده كمان المبلغ اللي هو كان طلبه اتضاعف لتلاتة مليون وربعمائة الف علشان المساعد بتاعه مش هيقدر يدفع لانه مات وهو اللي هيدفع المبلغ اللي كان مطلوب من المساعد بتاعه ومن سونج واتصدم سونج من كلامه وفهمه ان المبلغ كبير جدا ومستحيل يقدر يوفره بالسؤولة دي لكن المفجر ماهتمش لكلامه وقال له يتصرف بسرعة وإلا هيفجرهم بالعربية في اقرب وقت وساعتها سونج قرر يتصرف بسرعة علشان ينقذ ابنه واتصل بموظف عنده في البنك وطلب منه يتصل بكل العمل المميزين اللي عندهم وعرفه اسامي الناس اللي ممكن تدفع بسرعة وياخد منهم كل المبلغ المتاحة معاهم ويفهمهم ان النسبة اللي هياخدوها على الفلوس هتكون ضيع في النسبة العادية واستغرب الموظف من كلامه لكن سونج طلب منه ينفس كلامه ويبلغه أول ما الفلوس تتحول وهيبعت له رقم حساب علشان يحول الفلوس عليه ووافق الموظف على كلامه وعرفه ان الموضوع ده هياخد منه ساعة على الأقل ووافق سونج واتفقه على كده وتكلم مع المفجر وفهمه انه مش هيقدر يسلمه الفلوس اللي طلبها كاش إلا لو نزل علشان يدخل البنك ويستلمه وهنا المفجر طلب منه يكلم مراته ويعرفها باللي حصل ويقولها تستلم هي الفلوس ما كانه من البنك علشان يقدر يستلمها منها وتصدم سونج من كلامه لانه ما كانش عايز يعرف مراته باللي بيحصل علشان ما تقلهش عليهم لكن المفجر أصر انه يبلغ مراته بالخبر ويطلب منها تجيب له الفلوس واتطر سونج يسمع كلامه علشان ما عندوش حل تاني واتصل بعضها بمراته وفهمها باللي بيحصل معاهم وطلب منها ما تعرفش حد بالموضوع ولا تبلغ الشرطة بالخبر واتفجأت مراته بالكلام اللي بيقوله وتحركت بسرعة للبنك علشان تسحب من هناك الفلوس وفي نفس الوقت ده كانت الشرطة بتشوف اللي حصل للعربية بتاعت المساعد اللي اتفجرت وبتحاول تفهم ايه اللي بيحصل ومين اللي فجر العربية ولاحظوا في الكاميرات ان عربية سونج كانت هناك ورجعت قبل الانفجار بلحظات وشكوا انه هو ليه علاقة بالموضوع ومع الوقت بيوصل سونج للبنك علشان يشوف مراته من بعيد ويتابع اللي بيحصل ويتطمن عليها وبتطلع مراته ساعتها من البنك وبتكلم سونج وبتقوله ان هي معها الفلوس وعاوزة تعرفها تعمل بيها اي دلوقتي وطلب منه المفجر يقول لها تروح لمحل بقالة وورا البنك وتسيب شنطة الفلوس هناك عند صندوق التوصيل اللي قدام المحل وبيروح سونج بالعربية هناك علشان يشوفها من بعيد ويتطمن عليها وفي نفس الوقت بيتكلم معها وبيقول لها تعمل ايه بالزبط زي ما بيقوله المفجر وساعتها مراته فهمته ان في حد بيقرب عليها وبتشك انه هو المفجر وبتبلغ رجال الشرطة اللي هناك وبتعرفهم انه راجل خطر وبالفعل بيقبض علي رجال الشرطة وبيشوفه سونج من بعيد وبيتابع اللي بيحصل ساعتها لكن بيتفاجئ بالمفجر وهو بيكمل كلام معاه وبيفهم ساعتها ان مراته شكت في الراجل الغلط وبيقوله المفجر ان مراته تصرفت بتهور وعلشان كده هو هيفجرهم دلوقتي وساعتها خاف سونج جدا واستسلم لفكرة الموت مع ولاده وفهم ان هي دي النهاية لكن بيتفاجئ بمحل البقالة وهو بينفجر قدام مراته وعرف ان الانفجار اللي بيحصل ما كانش هم المقصودين بيه لكن مراته هي اللي هتروح ضحية فيه وعلشان ما كانش شايف حاجة بسبب الانفجار فقرر يتصل بيها على امل انها لسه عايشة وساعتها مراته ردت على التليفون وفاهمته انها بخير وانها ما تصابتش من الانفجار وهنا سونج فضل يبكي هو وولاده وهم منهارين بسبب اللي بيحصل ومش مصدقين ان امهم كانت هتموت بالسولة دي وكانت الشرطة ساعتها بالتابع اللي بيحصل في اول انفجار وتفاجئوا بواحد من الشرطة وهو بيبلغهم بالانفجار اللي حصل في محل البقالة واتصدموا كلهم وراحوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل ولما راجعوا الكاميرات اللي قدام محل البقالة وشافوا اللي حصل ساعتها اتفاجئوا بالعربية بتاعت سونج وهي موجودة جنب مكان الحادثة زي المرة اللي فاتت وربطوا الاحداث ببعض وافتكروا ان سونج هو السبب في التفجير اللي بيحصل وقرروا يتحروا عن نمرة العربية ويعرفوا هو مين وبيعمل كده ليه وبيكون سونج وقتها ماشي بالعربية واتفاجئ بسيارة شرطة وهي بتقف قدامه وبينزل منها راجل شرطة وبيتكلم مع سونج علشان ينزل من العربية لكن المفجر بيتكلم معاه وبيطلب منه يتصرف ويحاول يبعد عن الشرطة بأي طريقة وقرر سونج يغامر بكل حاجة ويبعد بسرعة عن الشرطة ويروح لقرب مستشفى علشان ينقذ ابنه وتحرك بسرعة بالعربية وماهتمش برجل الشرطة اللي وقع على الارض وكمل في طريقه القرب مستشفى وساعتها راجل الشرطة تكلم في اللاسلكي وطلب من الشرطة كلها تطرده وتقطع عليه الطريق علشان يقدروا يقبضوا عليه وتصدم سونج أول ما شاف عربيات شرطة كتير وهي بتطرده وحاول يهرب منهم بسرعة لحد ما وصل قدام المبنى بتاع المستشفى وساعتها عربيات الشرطة حوطته من كل مكان ونزلوا كلهم ووقفوا قدام العربية وهم مستعدين يقتلوا في أي لحظة وبينزل بعدها رئيس الشرطة وبيتكلم مع سونج وبيطلب منه يفتح باب العربية وينزل منها بهدوء من غير أي مقاومة وتكلم معاه المفجر وطلب منه يتكلم مع رئيس الشرطة ويبلغوا بالكلام اللي هو هيقولوا بالحرف وتكلم سونج مع رئيس الشرطة وابتدى يبلغوا بالكلام اللي بيقولوا المفجر واعترف ساعتها على نفسه بإن هو المفجر وإنه حطت قنبلة في العربية بتاعته وهيفجرها في أي وقت لو الشرطة كلها منسحبتش من المكان واستغرب رئيس الشرطة إن سونج هيفجر القنبلة اللي في العربية رغم إن ولاده موجودين معاه لكن سونج أكد له إنه هيعمل كده فعلا زي ما قال له المفجر بالزبط وساعتها رئيس الشرطة قال لسونج إنه لو اتحرك هيدربوه بالنار وهيقتلوه وبعد عن العربية وطلب من الشرطة كلها تحصره من بعيد واتفاجئ بعدها سونج بخبيرة المتفجرات وهي بتقرب على العربية بتاعته وبتتكلم معاه وبتطلب منه يسيب ولاده ينزله من العربية علشان يقدروا يعالجوا ابنه لكن سونج بيرفض وبيرفع التليفون بتاع المفجر علشان يعرفها إن فيه مكالمة شغالة وإن فيه حد تاني هو اللي مسؤول عن اللي بيحصل وساعتها الخبيرة مشت ورجعت بعدها تاني وهي معاها لاسلكي وبتحطوا في شنطة فيها أزايز مية علشان المفجر ما يحسش بإن فيه حاجة بتحصل وبياخد منها سونج الشنطة وبيشيل منها اللي سلكي وبيحطوا فوق التليفون بتاع المفجر وبيتكلم معاه علشان المفجر يرد عليه وتسمع الشرطة المكالمة لكن اتفاجئ بإن المفجر مش بيرد عليه وبيبعت له رسالة على التليفون بيقوله فيها يرمي اللي سلكي من العربية وإلا هيفجر العربية باللي فيها وتصدم سونج من الموقف وكان هيتجنن ويعرف هو ازاي عرف باللي بيحصل رغم إنه مش موجود معاهم ورامل لاسلكي من العربية وهو مجبور على اللي بيعمله وتكلم معاه بعدها المفجر في التليفون وحذره يتصرف تاني بتهور وإلا هيخلص منهم وهيفجر العربية لكن بيتقطع الاتصال بينهم فجأة وبتيجي خبيرة المتفجرات وبتعرفوا إنهم قطعوا الاتصال بالشبكة عن المنطقة كلها ودلوقتي ما فيش أي حد هيعرف يتواصل معاه وطلبت منه يقول لها كل حاجة ويعرفها باللي بيحصل والطمن سونج من كلامها وحكالها على كل حاجة وعرفها مكان القنابل اللي تحت الكرسي بتاعه وساعتها الخبيرة فتحت أبواب العربية كلها ودخلت كلاب الشرطة علشان تشم مكان المتفجرات واكتشفوا إن ما فيش أي قنابل في العربية في الكنبة الخلفية وإن المتفجرات موجودة بس تحت الكرسي الأمامية وإنها فعلا بتتفعل بالضغط عليها وطلبت منه يسيب ولاده وينزله من العربية وخده ابنه فعلا لكن بنته رفضت تنزل من العربية وتسيب أبوها لوحده ومش بس كده ده كمان ثابت الكنبة الخلفية وقعدت فوق القنبلة اللي موجودة في الكرسي اللي جنب أبوها علشان شافت القناصة وهم موجودين فوق أسطح المباني اللي قدامهم وفيه مثل إنها لو خرجت من العربية فساعتها القناصة هيدربوا على بوها بالرصاص وهيقتلوه وتأثر سونج جدا من كلام بنته وحضنها جامد وفضلوا يبكوا من الموقف وهم مش عارفين يعملوا إيه وساعتها تدايقت الخبيرة جدا وراحت علشان تتكلم مع رئيس الشرطة وعرفت إنهم فعلا كانوا يقتلوا سونج لإنهم كانوا فاكرين إنه خطف ولاده وإنه هو السبب في كل اللي بيحصل وبنشوف بعدها رئيس الشرطة وهو واقف مع واحد بيقول إنه هو أخو سونج وبيفهمهم إنه هيروح بنفسه للعربية وهيحاول يقنعه يسيب بنته تنزل من العربية ويسلم نفسه للشرطة وتفاجئ سونج بالشخص ده وهو داخل عليه وبيقوله إنه هو المفجر وعرفوا إنه كان يعرفه شخصيا من حوالي 6 سنين أيام ما كان لسه موظف في البنك وبيضحك على الناس علشان تشتري أسهم خسرانة في البورصة وتصدم سونج من كلامه وفهم إن الراجل ده خسر فلوسه معاه وجاي دلوقتي علشان ينتقم منه بسبب اللي حصل وفي نفس الوقت ده بتكون مراته موجودة في المستشفى وبتشوف الأخبار اللي بيحصل وبتتفاجئ بيهم وهم بيقولوا إن أخو سونج بيحاول يقنعه دلوقتي علشان يسيب بنته تنزل من العربية ويسلم نفسه وساعتها المفجر ضغط على الريموت اللي بيتحكم في القنابل اللي في العربية وعطى للقنبلة اللي تحت الكرسي بتاع بنت سونج على أساس إن سونج هو المفجر فعلا وإنه هيسمع كلام أخوه وهيسيب بنته تخرج بسلام وعرفه إنه هياخدها معاه دلوقتي كراهينة على إنه عمها لحد ما يبعت له الفلوس زي ما اتفقوا ولو خلف في وعده معاه هيفجر القنبلة اللي تحته وهيقتل بنته وطلب من سونج يفتح درج العربية اللي قدامه وأول ما فتحه سونج اتفاجئ بقنبلة تانية بتتفعل ومظبوطة على 18 دقيقة وفهمه إنه لو ما بعتش الفلوس قبل ما الوقت يخلص فساعتها بنته هي كمان هتموت وخد بنته وسابوه مشي وأول ما بعده عن العربية اتحرك سونج بسرعة وهرب هو كمان من المكان وكانت الشرطة كلها بتطرده عشان تلحقه بسرعة ويقبضه عليه لكن بتيجي مكلمة للخبيرة من مراد سونج بتعرفها إنها شافت الأخبار وإن اللي خد بنتها ده مش أخوه وتصدمت الخبيرة من الخبر وفهمت إن بنتهم اتخطفت وبلغت رئيس الشرطة بالخبر وقالت له يحاول يقبض على المفجر بأسرع وقت وكان سونج ساعتها بيحاول يهرب من الشرطة وفي نفس الوقت بيتواصل مع موظف البنك وقدر يخليه حول نص الفلوس اللي طلبها منه المفجر على الحساب بتاعه وتكلم مع المفجر وعرفه إنه بعت له نص الفلوس وقال له المفجر على المكان اللي هو فيه وطلب منه يحضر بسرعة وبيروح سونج فعلا هناك وبيتفاجئ ببنته وهي مربوطة وموجودة في العربية بتاعت المفجر وبيجي المفجر وبيركب جنبه وتكلم مع سونج وعرفه إنه هو زمان كان السبب في إن مراته تنتحر لما خسرت كل الفلوس بتاعتنا اللي دخلت بها في البورصة معاك ودلوقتي مفيش حاجة هتشفع لك عندي مهما حاولت تعمل وفتجر سونج كل الحاجات الوحشة اللي عملها في حق العمل اللي كان بيتحك عليهم وكان السبب فعلا في إنهم يخسروا كل فلوسهم لكن ما كانش يعرف إن فيه حد ممكن يموت بسبب اللي عمله وترجى يسيبه عايش ويديله فرصة علشان يكفر عن زنوبه ويصلح كل الغلطات اللي عملها زمان لكن المفجر بيرفض يسيبه وفهمه إنه قرر يموت معاه وإن الفلوس اللي هو بعتها اتحولت للحساب بتاع بقيت عيلته علشان يأمل لهم مستقبلهم من بعده وساعتها بيسمعوا صوت عربيات الشرطة حواليهم وبيتكلم معاه المفجر وبيفهمه إنه لو مش عاوز بنته تموت معاهم يبقى لازم يبعد بالعربية بعيد عن المكان وقرر سونجي يسمع كلامه الآخر مرة وتحرك بالعربية بسرعة ونط بيها في البحر وساعتها المفجر فقد الوعي تحت المية وحاول سونجي صحيه على أمل إنه يرجع في كلامه ويبطل مفعول القنبلة قبل ما تنفجر لكن مش بيقدر يصحيه وبيلاقي كتاب بتاع بنته وبياخده وبيحطه مكانه على الكرسي علشان القنبلة اللي تحته ما تتفجرش وخرج من العربية بسرعة قبل ما القنبلة التانية تنفجر بسواني وساعتها انفجرت القنبلة وتصدمت الخبيرة وكل رجال الشرطة وتصدمت بنته هي كمان وكانت منهارة على متابوها لكن بيشوف رجال الشرطة جثت سونجي فوق المية وبياخدوه بسرعة وبيحاولوا يفوقوه وفعلا بيفوق وبيصحى من تاني وبياخد بنته في حضنه بعد ما خلص من الكابوس اللي هو كان فيه وبعدها بيتكلم مع الخبيرة وبيعرفها إنه زعلان علشان المفجر مات وإنه قرر يكفر عن زنوبه زي ما وعده وهيصلح كل الغلطات اللي عملها زمان بيبدأ المسلسل بميشيل وعيلتها وهم موجودين في المطار وبيستعدوا كلهم للرحلة بتاعتهم اللي هتوصلهم للبيت وبنعرف إن بين أخو ميشيل متجوز وعنده توقم اسمهم أوليف وكارل ودايماً بيتخنقوا مع بعض ورغم إنهم توقم لكن مش متفاهمين دايماً لكن بين كان بيحب مراته جريز جداً رغم إن جوازهم عد عليه 15 سنة وبتتكلم أم ميشيل معاها وبتحاول تقناعها تقبل تتجوز زميلها جارد اللي متقدم لها وخصوصاً إن الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليها بعد ما عملت حادثها بالعربية ومات فيها عز أصدقائها ومحتاج الحاجة جديدة علشان تغير حياتها ورغم إن العينة بان سعيدة جداً في حياتها لكن كارل ابن بين كان عنده سرطان في الدم وكان بين بيحاول بكل الطرق إنه يلاقي علاج لابن المصاب وفي الوقت ده بيسمعوا كلهم نداء في المطار بإن في رحلة هتطلع من المطار ومعمول عليها عرض خصم 50% لكل الناس اللي موجودين ساعتها وبترحب ميشيل جداً بالموضوع وبتقرر تروح الرحلة وبيوافق بين وابنه كارل إنهم يروح الرحلة هما كمان وبقية العيلة بتقوم ساعتها علشان يرجعوا لبيتهم بالسلامة وبنشوف بعدها بين وكارل وميشيل وهم موجودين في الطيارة ومتشوئين جداً للرحلة اللي رايحينها وبتكلم معها بين في الطريق وبيحاول يفهمها إن الجواز مش حاجة وحشة وإن جالد بيحبها وهي كمان بتحبه وحياتهم مع بعضة هتخليهم يشوفوا الحياة بنظرة أحلى وبتقتنع ميشيل بكلامه وبتفهموا إنها هتفكر في الموضوع وبيتفاجئوا ساعتها بعاصفة بتضرب الطيارة والشنط بتاع الناس بتقع والنور بيتطفي والكل بيبقى خايف ومرعوب لكن بعدها الطيارة بتستخر في الجو وبيتكلم معهم الطيار وبيعتذر لهم على اللي حصل وبيعرفهم إن اللي حصل ده بسبب مطبات هوائية شديدة في الجو وبعدها بيتكلم الطيارة في اللاسلكي وبيحاول يتواصل مع أقرب مطار لي ويبعت لهم الإحداثيات بتاعة الطيارة لكن محدش بيرد عليه وكأنهم سمعوا حاجة غلط وبعدها بيرد عليه واحد في اللاسلكي وبيسأله عن اسمه وعدد الركاب اللي معاه وبيستغرب الطيار وليام من سؤاله وبيعرفوا باسمه وبإن عدد الركاب اللي معاه 191 راكب وإن الطيارة بتاعتهم رقمها 828 وساعتها بيطلبوا منه ينزل بالطيارة في أقرب مطار علشان في مشكلة حصلت وبيستغرب الطيار وبيتكلم مع الركاب وبيعرفوا منهم هيتطروا ينزلوا في أقرب مطار وبعدها هيتحركوا تاني في طريقهم وبتستغرب ميشيل وبين ساعتها بإن التليفونات بتاعتهم ما فيها الشبكة وبالفعل بينزلوا بعدها كلهم في مطار نيويورك وبيتفاجئوا بعربيات شرطة وهي موجودة حواليهم في كل مكان وبيتكلم رئيس شرطة السياحة مع الطيار وبيحقق معاه وكانت الناس كلها مستغربة وبتسألهم ميشيل عن اللي بيحصل وبيجي لها رئيس الشرطة وبيعرفها إنهم رجبوا الطيارة في سنة 2013 وإنهم دلوقتي في سنة 2018 وده معناه إن بقى لهم حوالي خمس سنين ونص مختفيين لدرجة إن الحكومة أعلنت موتهم المفاجئ ومحدش كان يعرف هو إيه اللي حصل لهم من خمس سنين وتصدموا كلهم من كلامه ومحدش فيهم كان فاهم إيه اللي بيحصل وتكلم بعدها رئيس الشرطة معاهم واحد واحد وابتدى حقق معاهم وتكلم مع الطيار وسألوا إيه اللي حصل معاهم في الخمس سنين الأخيرة لكن الطيار فاهموا إنهم اتحركوا من المطار ومنزلوش في أي مكان لحد ما وصلوا دلوقتي ورحلتهم كانت حوالي ثلاث ساعت ونص بس وكل الركاب أكدوا له كلام الطيار وكانوا كلهم مش مصدقين إن فعلا فات خمس سنين من ساعة ملك بالطيارة وكان رئيس الشرطة بيتكلم معاهم وهو مش مصدق كلامهم علشان كلامهم بالنسبة له كان مستحيل لكن ما كانش عنده حل تاني غير إنه يصدقهم وبعد ستة وتلاتين ساعة من التحقيق بيطلقوا صراحهم وبيخرجوا كلهم من المطار وكل واحد منهم بيشوف عيلته وهي جاية تستقبله بحب وكأنهم فعلا رجعوا من الموت وأول مجريس بتشوف جوزها بين وبنها كارل بتفرح جدا وبتحضنهم وبتبقى مش مصدقة إنهم رجعوا وبتيجي بنته أوليف وبيشوفها بين بعد ما كبرت وبيستغرب من شكلها اللي تغير وبتفرح أوليف جدا إنها شافت أبوها من تاني وبتقف ميشيل وبتفتكر إن خطبها جارد هيجي علشان يستقبلها لكن مش بتلاقيه وساعتها بتشوف أبوها هو فرحان جدا علشان شاف أولاده مرة تانية وسألته عن خطبها لكن أبوها عرفها إنه عنده شغل مهم دلوقتي ومقدرش يجي بنفسه علشان يستقبلها ولما بتسأله عن أمها بيعرفها إن أمها تعبت في السنين اللي فاتت وتصابت بالمرض وماتت وساعتها ميشيل زعلت جدا وتصدمت هي وأخوها من الخبر وتكلمت مع أبوها وهي تتجنن ومش مصدقة إن أمها ماتت بالسؤولة دي وكانت منهارة من العياط وبيحاول بنية هديها وبيرجعوا كلهم للبيت وفي نفس الوقت ده كانت شرطة السياحة بتعمل أبحاث على الطيارة على أمل إنهم يفهموا إيه اللي حصل معاهم لكن كل الأبحاث ظهرت بإن ما فيش أي تغيير حصل وإن الطيارة ما تغيرش فيها أي حاجة وبعد كده بتروح ميشيل لإسم الشرطة اللي كانت بتشتغل فيه وبيرحبوا بيها كلهم وهم فرحانين إنها رجعت من تاني وبتشوف ساعتها خاطبها جارد وبيقول لها إنه ما قدرش يجيب نفسه علشان يستقبلها لإنه بيشتغل على قضية اختطاف كبيرة وبتعرف منه إن في الفترة اللي فاتت كان فاكرها ماتت وعلشان كده خطب وتجوز واحدة زملتها بتشتغل معاهم في الإسم واتضيقت ميشيل جدا من كلامه وفهمت إن كل حاجة في حياتها تغيرت وبيكون ساعتها بينه ومراته في المستشفى مع ابنهم علشان يتابعوا حالته بعد السفر وبيعرفوا من الدكتورة إن الطب دلوقت تقدم وإن حالة ابنهم ما بقتش خطر زي الأول وفيه أمل يتعالج ويرجع طبيعي وبيفرحوا كلهم من الخبر لإن أخيرا الموضوع اللي حصل ساعدهم في أي حاجة وبتكون ميشيل ساعتها في المواصلات وبتبدأ تسمع أصوات غريبة في راسها وبتطلب منها إن العربية تمشي ببطء وبتطلب من السواء يبطأ السرعة ولما بيسمع كلامها بيلايه قدامه طفل صغير وكانها يخبطه لو فضل ماشي بسرعة وبيستغرب السواء من اللي حصل والناس كلها بتستغرب منها وبتتكلم بعدها مع أخوها بن وبتحكيله عن اللي حصل معاها والأصوات الغريبة اللي بتسمعها لكن بنت بيعرفها إن الظروف اللي هما مروا بيها مش سهلة وأكيد بسببها إحنا ممكن نتجنن وفي نفس الوقت ده بنشوف بنت تانية كانت معاهم في الطيارة واسمها سان في وأهلها واخدينها للمقر بتاع الأبحاث العلمية اللي كانت بتشتغل فيه وبيعملوا لها احتفال هناك وبيكونوا كلهم فرحنين إنها رجعت وبنعرف إنها دكتورة في معمل الأبحاث وكانت بتشتغل في مجال مرض السرطان ومن خمس سنين قبل ما تركب الطيارة عملت بحث وكان السبب في إنهم يوصلوا الحل للمرض ده وكانت ميشيل بتجري في الشارع على أمل إن حالتها تبقى أحسن لكن بتشوف كلاب فجأة قدامها وبتسمع صوت تاني فرصها وبيطلب منها تحررهم لكن المرض ما بتهتمش بالصوت ده وبتكمل في طريقها وبعدها بتصحف عز نومها بسبب الأصوات اللي فرصها واللي بتطلب منها تحرر الكلاب وبتروح فعلا علشان تحررهم يمكن تفهم إيه اللي بيحصل وبتتفاجئ ساعتها بخوها بين وهو موجود هناك هو كمان وبيعرفها إنه سمع نفس الأصوات دي من ساعة معدة من قدام الكلاب في أول اليوم وساعتها بتدايق منه مشيل علشان لما قالت له إنها بتسمع أصوات قال عليها مجنونة وبيعرفها بين إنه قال لها كده علشان كان فاكر إن الأصوات دي من خياله بسبب اللي حصل لهم وبيجيب من العربية بتاعته قاطع الحديد وبيقطع بيه الحديد بتاع الباب اللي محبوس جواه الكلاب وساعتها اللي اتنين استغربوا إن الكلاب ما هجمتش عليهم وإنهم هربوا بسرعة من المكان ومحدش منهم كان فاهم ليه الأصوات اللي في رأسهم طلبت منهم يحرروا الكلاب وتاني يوم بيعرف المحقق جارد اللي حصل من الكاميرات اللي في المكان وبيقوله راجل شرطة إن صاحب المكان بلغ بإن حد خطف الكلاب بتوعه وكسر الباب بتاعهم وبيستغرب جارد من اللي عملته ميشيل وبيروح علشان يتكلم معاها وبتفهموا ميشيل إنها مش في طبيعتها وإنها مش عارفة إيه اللي خلاها تعمل كده وخبت عليه موضوع الأصوات اللي بتسمعها علشان ما يقولش عليها مجنونة والحد ما تفهم هو إيه اللي بيحصل معاها وتأثر جارد جدا من كلامها وحاول يواسيها وقال لها تغير هدومها وتروح معاها علشان يحلوا مشكلة البلاغ اللي قدموا الراجل صاحب الكلاب وبيروح بيان بعدها للنادي بتاع بنته وبيتكلم معاها عن اللي حصل وبيعرفها إنه حاسس بيها لإنها أكيد مرت بحاجات كتير وحشة بسبب غيابه رغم إن بالنسبة له هو مغابش ولا حاجة وفهمها إنه هيعوضها عن الفترة اللي هي عاشتها من غيره وهيعمل أي حاجة تخليها مبسوطة وساعتها أوليفت أسرت جدا لإنها كانت محتاجة لابوها في حياتها وفهمت إن اللي حصل هو مالوش شاد فيه وقررت تتعامل معاها زي الأول وأحسن وفي الوقت ده بتكون الدكتورة سان في موجودة في مؤتمر بيتكلموا فيه عن الأطفال المصابة بمرض السرطان وبتظهر قدامها على الشاشة صورة كارل وبتستغرب لإنه كان معاها في الطيارة وبتعرف إنهم عاوزين يتخلوا عن حالته لإنه المفروض كان قدامه ست شهور ويموت وبسبب اللي حصل اتضح إنه عايش مع المرض بقى له أكتر من خمس سنين والحالة بتاعته غريبة ومحدش عاوز يقبلها علشان خايفين العملية تفشل ويخسروا سمعتهم لكن سان في بتعرفهم إن الطفل مش زنبه حاجة وإن اللي حصل كان خارج عن قراطه ويمكن اللي حصل ده كان سبب في إنه يعيش من تاني ويرجع بعد خمس سنين في الوقت اللي هم اكتشفوا علاج للمرض بتاعه وفهمتهم إنها هتهتم بالموضوع ده بنفسها وثابتهم وخرجت وهي متضايقة منهم علشان رد فعلهم مع حالة كارل وبيروح جارد مع ميشيل للمكان بتاع الراجل صاحب الكلاب وبيطلب منها تستنى في العربية لحد ما يدخل ويحل المشكلة مع الراجل علشان يتنازل عن الشكوى اللي كان مقدمها وبيدخل عليه جارد وبيكون معاه الكلاب وبيقوله إن جمعية الحيوانات قدرت تلاقيهم وبيفرح الراجل جداً أول ما بيشوفهم وبيتكلم معاه جارد وبيطلب منه نسحة بالشكوى اللي مقدمها ضد ميشيل علشان هي كانت بتمر بظروف صعبة والموضوع كان خارج عن إرادتها وفي نفس الوقت ده بتكون ميشيل خارج البيت وبتسمع الأصوات الغريبة اللي بتجيلها وبتطلب منها تحررهم وبتستغرب جداً وبتحاول تفهم الصوت ده بيطلب منها تحرر مين بالزبط وبتدخل البيت وبتشوف الكلاب وهم موجودين قدام باب في البيت مقفل بالقفل وبتاخد حديدة وبتحاول تكسر القفل وتفتح الباب وبيشوفها جارد وبيحاول يمنعها لكن ميشيل بتفتح الباب وبتشوف اتنين بنات مربوطين وموجودين في الصندوق اللي قدامها وساعتها الراجل بيحاول يضرب جارد بالحديدة علشان يدري على جريمته لكن بيقدر جارد يتغلب عليه وبيسيطر على الموقف وبتوصل الشرطة بعدها وبيشكر واحد منهم ميشيل علشان قدرت تنقذ البنات وبيتكلم معها جارد وبيكون مستغرب هي زي قدرت تعرف ان في حد محبوس في البيت لكن ميشيل بتقوله انها حسد بكده مش اكتر وبتروح بعدها للكنيسة علشان تتكلم مع الاسيس وتحاول تلاقي حل اللي بيحصل معاها لكن بتسمع اسوات في رأسها وبتتفاجئ باخوها وهو داخل الكنيسة هو كمان وبيعرفها انه حس انها موجودة هناك وبتتكلم معا ميشيل وبتحكيله اللي حصل معاها وان الاسوات اللي بتسمعها كانت سبب في انها تنقذ البنتين وبتسألوا ليه احنا بس اللي بيحصل معانا كده رغم ان كان معانا ناس كتير في الطيارة لكن بن قالها ان ما فيش حاجة بتقول انه هم بس اللي بيحصل معاهم كده وانه ممكن يكون كل الناس اللي كانوا معاهم وهم كمان بيحصل لهم نفس المشكلة وبيقرروا يروحوا للطيارة على امل انهم يفهموا ايه اللي بيحصل معاهم وهناك بيتفاجئوا بان معظم الناس وصلت معاهم وانه هم كمان بيعانوا من نفس المشكلة وبيقفوا كلهم قدام الطيارة وعاوزين يفهموا ايه اللي بيحصل لكن الطيارة بتنفجر فجأة قدامهم وبتفهم ميشيل ان اللي كان السبب في اللي بيحصل لهم قاصد ان محدش يعرف السبب وعلشان كده الطيارة انفجرت وبيجي بعدها الصحافة ورجال الشرطة في مكان الحدثة وبيكونوا كلهم مستغربين ازاي الطيارة انفجرت لوحدها في الظروف دي وقرروا انهم يحققوا مع كل الناس اللي كانت موجودة هناك ساعتها ويفهموا ايه اللي بيحصل وبيتكلم بين مع اخته بعد التحقيق وبيسألها هي قالت ايه وقالت له انها فهمتهم انها وصلت للمطار علشان تعرف التحقيقات وصلت لايه وايه السبب اللي خلاهم يغيبوا خمس سنين رغم انهم كانوا في الطيارة لمدة 3 ساعات بس لكن ما قالتش اي حاجة عن الاصوات الغريبة اللي هما بيسمعوها وبنعرف ان كل الناس قالت نفس الكلام لانهم خافوا من السلطات ومن العواقب اللي ممكن تحصل لما يعرفوا موضوع الاصوات اللي بيسمعوها وتكلم معهم بعدها رئيس الشرطة وعرفهم انهم هيمشوا دي الوقتي وطلب منهم ما يتكلموش مع اي حد في اللي حصل معاهم ولا حتى اقرب الناس ليهم لحد ما يعرفوا سبب اللي حصل ويبلغوهم وساعتها الناس كلها وفقت على كلامه ومشوا كلهم من المطار وتكلم واحد منهم مع بن وسأله لو كان بيشتغل في الشرطة زي اخته علشان ابنه محبوس وهو عاوز يشوفه لكن بن قاله انه مش بيشتغل في الشرطة وسابه ومشي وبيمشي بعدها بن في الشارع لكن بيسمع صوت موسيقى في راسه وبيحاول يعرف ايه مصدر الصوت وبيسأل الناس اللي حواليه لو كانوا سمعين صوت الموسيقى هما كمان لكن محدش بيكون سمع حاجة وبيفضل ماشي في الشارع وبيدور على مصدر الصوت لحد ما بيلاقي عازف كمان ولما بيتكلم معاه بيعرف انه الراجل اللي كلمه الصبح واللي كان معاه في الطيارة وبيسأله عن الموسيقى وبيقوله الراجل انه هو كمان سمع صوت الموسيقى دي في راسه وعلشان كده قرر يعزفها واتكلم مع بن وترجاي ساعده ينقذ ابنه لانه حاسس انه هو اتحبى الظلم ومش عاوز حاجة غير انه يشوفه علشان يطمن عليه ويعرف منه ايه اللي حصل وخصوصا انه هو لما سابه قبل ما يسافر كان لسه طفل صغير ولما رجع لقاه عنده 18 سنة ومحبوس بتهمة السرقة وتعطف بيه مع قصته وكلم اخته مشيل وطلب منها تساعده وطلع تصريح بانهم يدخلوا السجن علشان يشوفوا ابن الراجل وفعلا بيروحوا بعدها السجن وبيتكلم الراجل مع ابنه وبيعرف منه انه مظلوم وانه كان بيشتغل في محل مجوهرات وفي يوم المحل تسرق وهم افتكروا انه شريك مع الناس اللي سرقت واتحبس بتهمة السرقة وعرفوا ابوه انه وثق فيه وعرف انه بريء ووعدوا انه هيعمل كل حاجة علشان يخرج من السجن في اسرع وقت وبيروحوا بعدها المحل المجوهرات اللي ابنه كان شغال فيه وبيتكلموا مع المدير واول ما بيعرف ان الراجل ابو الحرامي بيتدايق جدا وبيتكلم معهم ابن المدير وبيعرفهم ان ابوه متدايق بسبب اللي حصل والكلام في الموضوع بيدايقوا علشان خسر ساعتها فلوس كتير وحاول بين يقنعهم ان ابن الراجل مظلوم لكن محدش منهم كان مصدقوا وبيرجع بين بعدها للبيت بعد ما جاب ابنه من المستشفى ولما بيدخل كارل للبيت بيفرح جدا لما بيعرف ان امه جابت له ألعاب كتير لكن بيتدايق لما بيعرف ان الألعاب بتاعته قبل ما يسافر كلها ما بقتش موجودة وساعتها بتتكلم أوليف مع ابوها وبتطلب منه يخرج معاها علشان يتكلمه مع بعض ولما بيخرج معاها بتعرفوا انه أمه كلمت لجنة تبرعات علشان ياخدوا الحاجة بتاعت بين وابنه كارل لما الحكومة أعلنت بموتهم وقوليه في ساعتها اتصلت بيهم ولغت الطلب واحتفظت بكل الحاجات بتاعتهم وفتحت باب لخزنة كبيرة بيحتفظ فيها الناس بالحاجات المهمة وقالت له ان الخزنة دي بتاعت صديق أمها اللي تعرفت عليه في الفترة الأخيرة وان هي كانت شايلة كل حاجتهم فيها والدقيق بين جدا لما عرف ان امراته جريس عرفت حد تاني وكانت معاه في غيابه لكن بيسمع صوت الموسيقى تاني في راسه وبيطلب من بنته تستناه وبيدور في المكان اللي هو فيه علشان يفهم ايه اللي بيحصل وساعتها بيتفاجئ بابن صاحب محل المجوهرات وهو محتفظ بكل الحاجات اللي اتسرقت في واحدة من الخزن وبيعرف انه هو اللي سرق المحل واتهم ساعتها ابن الراجل علشان محدش يشك فيه وحاول الولد يتفق معاه وقاله انه هيديله نص المسروقات لكن بين بيضربوا لك مقاوية وبيفقد الوعي وبيتصل بعدها بالشرطة وبيبلغها باللي بيحصل وبتيجي معاهم ميشيل وبتتكلم معاه وبتعرفوا ان اللي بيحصل معاهم ده البداية وان هي متوقعة ان اللي جاية هيبقى اسوأ وانتهى المسلسل ويا رب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف باقية الافلام يشترك ويفعل الجرس